قناة اعرف دينك وصل الى المقابر هو واصدقاؤه وفتحوا قبرا وادخلوا فيه ضوءا وكاميرات وكهرباء وفتحة للهواء ليتنفس منها قال وجعلوا القبر مجهزا بكل شيء وفعلا نزل هو وصديقه الى القبر وباقي اصدقائه قاموا باغلاق القبر عليهما فكان يرقصه وصديقه داخل القبر استهزاء وسخرية قاموا بوضع التراب على القبر ومر الوقت وشعر بالعطش وطلب الماء من اصدقائهما في الخارج ولكن لم يعلموا ماذا ينتظرهم واصدقاؤهما في الخارج لاحظوا الجو يتبدل ويتغير وبعد قليل من الوقت ضرب الرعد المكان وتغير الجو في الحان فعرفوا ان هناك عاصفة مقبلة في الطريق وامطرت السماء وضرب البرق كل المكان واليوتيوبر الهندي في القبر احس بتبدل الجو وبدأ يدخل عليهم قطرات من المطر واشتد المطر عليهم وبدأ القبر يمتلئ بالماء والثلج تحول الموضوع من هزار وضحك الى جد ورعب اذ كثر عليهم الماء حاول اصحابهما تقليل الضرر عليهما ولكن لم يستطيعوا فلم يكن امامهم غير حل واحد وهو ان يحفروا القبر ليخرجوهما وينقذوهما لان القبر قد يمتلئ بالماء او ينهدم عليهما ويموتا فيه وبعدما اخرجوهما بصعوبة اخذوهما الى المستشفى وكان هذا درسا لهم حتى لا يسخر احد من قوة الله عز وجل ومن شرعه وطلبوا من متابعيهم عدم تجربة هذا ابدا فللقبور حرمتها وللموت حرمته وللاموات حرمتهم فحرمة الميت كحرمة الحي بل ربما اشد فلا يمكن قذف عرضه ولا يمكن التطلع على عوراته او ايذاؤه جسديا ولا يجوز سبه او السير على قبره فهو كالانسان الحي تماما له حقوق قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في تعظيم الاموات لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا فاللهم تعظيما لك ولشرعك ولكتابك وتوحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة واصلح لنا اعمالنا واقوالنا واحوالنا واخلصنياتنا واحسن خواتيما وتقبل منا صالح الاعمال وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الاعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا ارحم الراحمين لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك